أكد وكيل أول وزارة الداخلية الوأركن محمد بن عبود شريف على الدور المحوري للمواطن في التعاون مع شرطة لتعزيز أمن والسقرار للمجتمع عبر الإبلاغ عن حالات الاشتباه في الوسط المحيط جاء ذلك خلال لقاء فريق منظمة طباء بلا حدود وستعرض شريف خلال اللقاء الذي حضره مدير عام شرطة وادي وصحراء حضر موت العميد عبدالله الصيعر جهود أجهزة الشرطة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قضية اختطاف عاملين أو عاملين من منظمة طباء بلا حدود وحرص قيادة وزارة الداخلية على سلامة المختطفين وتطرق اللقاء إلى أجهزة الشرطة والمنظمة في تسهيل عملية التحري والمتابعة التي تمكن الشرطة من أداء مهامها على أكمل وجه منوها إلى أن المجتمع المحلي بكل يطافه يرفض مثل هذه الظواهر الدخيلة عليه انطلاقا من الروابط الإنسانية والعادات والتقاليد التي تنبذ العنف والتطرف بشكل عام خاصة مع من يسعون إلى تقديم الخدمات الإنسانية للشعب اليمني مشيرا إلى أن المجتمع يبذل جهودا كبيرة في مساعدة الرجال الشرطة في كشف المتورطين في قضية المختطفين والمساهمة في عودتهم لأسرهم وذويهم وهم في أتم صحة